الكثير يعشق أفلام الأبيض والأسود وستجد فيها وجوه قاموا بالعديد من الأدوار الثانوية والكمبارس لا يقلون موهبة وحضور عن أبطال الأفلام الذين شاركوا فيها وهم معروفين لدينا بالشكل فقط ولا يعلم الكثيرين من أسماءهم أو معلومات عنهم ومنهم الفنان شلديمون والذي تخصص في أدوار الشر وطالما أدى أدوار يكون فيها فرد في عصابة وذلك منذ بدايته في الأربعينات وحتى عام 1965 الفنان شلديمون مما وليد عام 1905 ولم يذكر تحديدا في أي شهر قد ولد وهذا الاسم لم يكون اسمه الفني بل هو اسمه الحقيقي فكانت من أحد التقاليد المصرية القديمة استعاند الأسر بأسماء غريبة حفاظا على أبنائهم من الحسد وقد ساعدته ملامح وجبه وبحث صوته الخشنة في حقصه في أدوار الشر إلى جانب من زملو في هذا النوع من الشخصيات أمثال الفنان محمد صبيح ومحسن حسنين وطس معتمد ولكنه في الواقع كان ذو شخصية طيبة وهادئة ومرحة ويعتبر الفنان أنور وجدي هو أول من قدمه للسينما وذلك في فيلم قلبي دليلي والذي تم إنتاجه في عام 1947 مع الفنان ليلة مراد وقدم فيه دور أحد أفراد العصابة التي يرأسها الفنان ستيفان رستي وفريد شوئي ويقال أن الفنان شلازيمو قد ظهر قبل ذلك بعمين في دول في فيلم السوق استوداء أمام الفنان عقيل راتب وعمات حمزي وفي أفلام قريلة جداً بتاعت الفنان شلازيمو عن أدراء دور الشر ومنها تكسيده لأحد استكار في فيلم خلخي الحبيبي عام 1960 والعرباجي في بنات حوة عام 1954 وأحد جنود السجن في أمير الانتقام عام 1964 شارك الفنان شلازيمو خلال مسيرته الفنية في حوالي 44 فيلم على مدار ما يقارب عشرين عام وهما فعل خير جعلوني مجرماً الدنيا لما تضحق دهب حميده حياء أو موت زنوبة رصيف نمرة خمسة وإسلاماه الجريمة والعقاب عمبر أولاد الشوارع ابن الحارة في صحتك رأسة الوداء الله معنا بورسعيد موعد مع المجهول النصطاب جوز مراسي وفي عام 1952 شارك الفنان شلازيمو في فيلم الحب بهدلة باسمه الحقيقي وأيضاً في فيلم قطار الليلة عام 1953 مع سمية جمال وستيفان روستي وعمات حمدي وذلك عندما جسد أحد أفراد عصابة المالتي الذي قام بدوره الفنان سيراغ مونير والعلم من أشهر أدواره السينمائية هو دور حنزلة في فيلم عن طرق ابن شداد عام 1961 أمام فريد شوقي وكوكا ونور الدمرداش وسعيد أبو بق وإخراق صلاح أبو سيف وكانت آخر أعمال الفنان شلازيمو هو اشتراكه في فيلم طريد الفردوس عام 1965 مع فريد شوقي ورجاء حسين وعبد الحفيز التطاوي ومن تأليف علي الزرقاني والفيلم مأخوذ من الرواية لتوفيق الحكيم وكان من إخراج فاطين عبد الوهاب ويحكي الفيلم عن موت الدرويش عليش وينقل في موكب مهيب إلى المجبرة وهناك يتم صعوده إلى السماء من أجل محاسبته ويكتشف أن مجموع حسناته يساوي مجموع سيئته وأنه ليس من أهل الجنة ولا من أهل النار وبالتالي يصدر قرار بإعادته إلى الدنيا لبضعة أيام من أجل اختباره مرة أخرى لم تذكر معظم المواقع الفنية أي تاريخ محدد عن ولادة ووفاة الفنان شلازيمو ولكن التاريخ المذكور عن وفاته في قاعدة البيانات ويكيبيديا هو 21 مارس عام 1967 وبذلك يكون قد توفى وهو في عمر 62 ولكن لم يتم تأكيد هذا التاريخ ترجمة نانسي قنقر